مرحبا فيكم حبايبي برج الجوزاء فخلينا نشوف اذا للجوزاء خلينا نشوف طاقته لبرج الجوزاء في هاي الشهر بشكل عام الطاقة المسيطرة على تفكيره او مشاعره رح يكون محاولة من التخلص من ادمان معين تعلق معين طاقة سلبية معينة عم بتحاول طول الشهر انك تتخلص منها هذا الموضوع رح يتم على خير حبيبي اذا كنت بدك تترك ادمان معين تعلق معين شغله فسير مناسب لالك رح تكون طول الوقت عم بتحاول توازن اه بين حياتك العاطفية والعملية ورح تحقق هاد التوازن لانك طول الشهر رح تكون بتحاول بتحاول فهاي انا شايفيتها يعني اه ماشية على نجاح هذا بالنسبة لطاقتك عزيزي اه قبل ما انسى خليني اذكر الطاقات او الابراج اللي عم بتمر معانا اكتريتها اه عم بتكون هوائية نارية ترابية وفي مائية لكن اه يعني اه قليل اقل شي اه اكتر ايش النارية والهوائية ترابية في بس اقل اه برج الجوزاء حبيبي هذا الشهر رح يكون عنوانه خلينا نقول الحب الحب والوفرة المالية اه رح يعني مهما كنت اه يعني حالتك الاجتماعية اه مطلق اه على علاقة اه منفصل كزا هذا الموضوع رح يكون محلول والناس اللي لسه ما وقعوا بالحب اكتماع الكبير انو يلتقوا بنصهم التاني عم بشوف في اه بنت الجوزاء اه او يعني امرأة الجوزاء المتزوجة اه عم بشوف في عندها حمل هذا الشهر حبيبي برج الجوزاء في شخص برجه ترابي على اي صعيد هذا اه ممكن يكون اه برج ترابي ممكن يكون برج التور هذا الشخص عم بشوي عرقلك امور او شوي عم بيكون اه تف معاك شوي عم بيكون اه سي معاك اه مش بيحاول يعمل لك مشاكل اه لا اراديا هو عم بيكون هيك معاك فمش اه مش اللي هو شخص عن اه سبق اسرار وترصد زي ما بيقوله اه لا هذا الشخص يعني لا اراديا هو ماشي عكسك انت ماشي هيك هو ماشي بالعكس فعم بيسبب لك شوية اه وجع راس اه هذا الشهر ورح يضلو هذا الشخص اه موجود اه عم بيسبب لك شوية اه علم شوية اه اه وجع او مشاكسة انتويا ازا كنتو بالعمل او بعلاقة عاطفية رح يضل فيه تشاكس اه بناتكم حلوة هاي تشاكس رح يضل في بناتكم اللي هو جزر ومد اه مع هذا الشخص ازا كان اه ترابي مش زي ما قلنا هون ازا كان عاطفيا انو رح تنحلق رح تتأجل شوي لا فازا كان هذا الشخص اه عم بشوف اه كله حب بحب اه الناس اللي متزوجين وكانوا اه عم يتفقوا على طلاق او في اه اه حكي على طلاق عم بشوف انو هذا الموضوع عم يختفي تماما بشوفك عم تاخد قرار من بعد ما كنت معلق هذا الموضوع او انك كنت اه متعلق بشخص اه تعلق مرضي هذا الشهر اكتر شهر ممكن انو اه زي ما قلنا قبل شوي في طاقتك انو فيه ادمان او تعلق معين رح تخلص منه على خير وكأنه هذا الكرت عم بيعيد نفسه انو طاقة التعلق او الادمان على هذا الشخص او على هذا الاشي اه رح تخلص منه ورح تاخد قرار صارم بانك تخلص من هذا الموضوع اه نهائيا وما ترجع لهذا الموضوع يعني الجوزاء شوي باتخاذ القرارات متردد لكن يعني رح نلاقيك صارم رح نلاقيك اه كتير عم تاخد قرارات كتير اه من بعد اه صبر من بعد اه يعني تهاون مع بعض الاشخاص او مع الشريك عم اه تاخد كتير قرارات في اغلب الكروت عندي عم تاخد قرارات فشي كتير حلو اه كنت في اه اه العمل او حتى في العاطفة كنت على ارض مش ثابتة كنت خايف كنت شاعر بعدم الامان اه ولكن رح يسير اه خلينا نقول على 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 صعيد العمل اذا كان هذا الموضوع على صعيد العمل ففي شخص اه ممكن تكون طاقته اه هوائية رح يساعدك في العمل لا يعني لا تتجاوز مشاكل معينة او لا تتجاوز اشخاص اه معينين وكمان حتى في اه العاطفة اه عم بشوف شوية خيانة من الاصدقاء ولكنك اه مرتاح يعني اللي هو اه او كان جرحت اه منهم او من الشريك ولكنك شايفك اه كتير عقلاني اه بطلت كتير تفكر بقلبك وبالحكي الفاضي وكزا واشتقتله ما اشتقتله هو مش تاري عني وها لا عم بشوفك تاخد قرارات اه خلاص انتهت عندك مرحلة الجروح او الصدمات صرت اه ضد الصدمات يا برج الجوزاء صار عندك كل شي عادي يعني حتى لو تنصدم يعني ناس تاني ينصدم من الموقف انت بالنسبة اليك بطلت تنصدم من كتر الموضوع شايفيتك كتير دبلوماسي هذا الشهر شايفيتك عم بتحقق كل كل احلامك يعني عم بتوصلك تطمينات بتوصلك بشائر خير وخاصة اذا الموضوع كان اه عن سفر اه عم بيكون في عندك سفر او تجهيز اه اوراق لسفر اه في شخص عم بيساعدكم في هذا الموضوع هذا الشخص عم بيكون فعلا قادر يساعدكم وفعلا صادق ورح يساعدكم في هذا اه الموضوع سفر او عمل عم بشوفك بيه بالعمل اه دبلوماسي كتير عم تتحمل ناس كتير اه بلا طعمة ناس اه يعني لا يحتملوا عم بتحاول انك اه تمتصهم او تحتويهم بس عشان تحقق مصلحتك النهائية او غايتك وعم بتحققها على نهاية الشهر اه عم بشوفك اه انت والشريك ازا كنتوا في بناتكم اه شوية بلبلة لاني عم بشوف شوية بلبلة هون بينك وبينه ازا كان في اه انفصال او اه تباعد اه عم بشوف شي بيحرك الامور اه على فكرة فيه طرف اه تالت قوي جدا جدا ولكن اه انتصارك اه رح يكون عليه على مراحل مشور مرة واحدة بلش تنتصر على هذا الشخص والتطمينات اللي قلنا عنها كمان مش بس على اه سفر ممكن تكون على الصعيد اه العاطفي عم بشوف الحبيب كتير برائبك انت كتير بترائبه اه في بداية خلينا نقول اه غير متوقعة بناتكم من بعد ما خلص صار انه اه رجوعكم مستحيل اه لا عم بشوفكم الحب اللي اللي عندكم اياه عم برجعكم لبعض وفيه طاقات سلبية عم بت بتحاول تبعد بناتكم طاقات سلبية ممكن تكون عندك او عنده فا رح تنتصروا على هذا الموضوع هذا اكتر اشي كان بالنسبة لبرج الجوزاء شايفة في حب جديد للناس اللي ناطرين حب للناس اللي ما عندهم اه خليني اشرح شغلة بس بالنسبة للناس اللي بقولوا انا دايما بضمر على شخص جديد بطلعلي الشخص القديم ليش هذا الموضوع بيصير لانك لسه ما طلعته من طاقتك لسه عم تفكر فيه لسه عم تستناه فالكون ما عم يفهم عليك انت شو بدك عقلك الباطن ما عم يفهم عليك انت شو بدك انت ساعد تتذكر القديم وساعد تحكي انا بدي واحد جديد مدام تبعك لسه موجود في طاقتك ما في شي جديد فانا شايفة برج الجوزاء لسه في عندهم تعلق لسه عم بيحاولوا انه اه يتخلصوا في مجموعة منهم يتخلصوا من طاقة شخص اه قديم اه فهذا الشهر مؤجل انه يتعرفوا على شخص جديد للناس اللي حابين انه يتعرفوا على شخص جديد اه مع انه شايفة فيه معجب اه ممكن يكون برجه ناري او اه هوائي طبعا قمري شمسي طالع مو شرط الشمسي اه فعم بشوف هذا الشخص عم بسأل عنك اشخاص او عم بيحاول يدرسك من بعيد بيحاول يعرف اه مثلا مين اهلك اه كذا من وين انت اه ولكن هذا الشخص خلينا نقول من بيئة تانية اه من اه مش لغة من من طائفة تانية المهم فيه اختلاف بينك وبينه ممكن كمان يكون فيه بالسن علشان هيك هو متخوف منك من الرفض عشان هيك ما عم اه يقرب هذا الشخص طب خلينا نشوف اه للي عندهم شريك او منفصلين عن شريك اه خلينا نشوف العقل الباطن تبعه اكتر شي فيه براسه او شو عم بيصادف اه نفس موضوعك زي ما انت متعلق فيه هو متعلق فيك هو عنده كمان ادمان عليك هذا اه الشخص في عنده ادمان عليك اه عم بيفكر فيك بطريقة شوي هاي الفترة شوي عم يشتقلك من هديك الناحية اكتر اشي اه انا قاسف بس يعني هيك طلع الكرت بس حلو انه عم يشتقلك يعني وعم يتخيلك وعم يحلم فيك اه بالليل اه شايفيته في طاقة اه تشتيت اه ما في عنده اللي هو خلينا نقول الامور واضحة الامور اه كزا اه عم بيفكر فيك بطريقة شوي خاطئة وصلت له امور او انه شاكك انه انت مع حدا تاني او 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 يعني في امور وصلت له او عم يستنتجها بشكل غلط اه فانت حاولت تصلح هاي الصورة بطريقة غير مباشرة فهو عم بيفكر اه بهاي الفترة اه بهذا الشكل اه بيقولك خلي الرحمة والتسامح انها تكون من اولوياتك هذا الشهر او هذا الفترة في هذا اللي انت فيه اه بيقولك قد ما غلط الطرف التاني او اه كزا اعطي فرصة اخرى كن رحيم مع هذا الشخص ما بتعرف ايش ظروفه كانت اه او ممكن مش عاطفيا ممكن بالعمال ممكن من الاصدقاء فبيقولك اعطي فرصة تانية يا برج الجوزاء وانت من الناس اللي ما شاء الله بتعطي فرصة كتير يعني اه انسان هيك حنون كتير برج الجوزاء بيقولك روح اه بيوند اه روح ورا التحديات اللي هلأ الحالية روح وراها وركز اه بالاشياء اللي بترغب فيها يعني ازا بدي اه كتير يعني ازا بدي افسره انو ما تهمك التحديات الحالية اللي عم بتمر فيها خليك فوكس يعني خليك اه مركز بس على الاشياء اللي بترغب فيها اه زي ما قلنا قبل شوي يعني ما تخلي انو الناس تخليك تروح هيك وهيك عن اهدافك لأ خليك ورا هدفك في هذا الموضوع في اه في اي موضوع كان في حياتك يا برج الجوزاء انت حاليا اه وكأنه في موضوع معين بدوامة معينة اه فتت فيها ومش عارف تطلع منها فبيقولك اقصر طريق لك انك ترجع انا ما بعد شو تبعك ممكن كون عاطفي ممكن مشروع انت بلشت فيه وحسيت حالك انه بمتاهة او ما في اه حلول لهذا الموضوع فبيقولك اقصر طريق انك الرجعة خط الرجعة لانك خط الرجعة انت عارفه بس اللي قدام ما بتعرفه وكأنه عم يعني بيحذرك من موضوع اللي هو التشتت والممكن انه ناسي عايشك باوهام فبيقولك اه اسهل اشي انك ترجع لورا ترجع مكان ما بلشت ازا كنت شاعر بالتشويش هون بقولك بكفي تفكير بكفي تعب بكفي انك تتعب حالك حب حالك اكتر تنفس الصحيح اللي اللي بنعرفه زي زي شي فحاول انك تعمل هاي الامور روح عالطبيعة ارجع للطبيعة اه حاول انك تترفح عن حالك شوي بكفي تفكير يا برج الجوزة التفكير ما رح يجيب لك شي بالعكس هون اه طلع مقلوب بيقول لها بحكي لك اه اه اخد لك اه راحة او كزا بما انه طلع مقلوب عم بيقول لك اه لا بالعكس اه اشتغل استغل هاي الفترة انا شايفي الوراق هاي الفترة الحظ معك فا اه انه حاول انك تشتغل على قد ما فيك طلع لنا كمان قبل شوي انه تعمل وكزا بس ما دخل اه موضوع والا هاي الامور في انك اه تاخد اه رست او راحة او او مش الوقت المناسب للفاكيشن هلا اه خلينا نشوف طيب كروت التحذيرات اه بيقول لك يا برج الجوزة انه فيه ظلم معين مش ظلم اللي هو المعنى الكبير لا ممكن تكون حكمت على شخص اه حكم غلط مش انك ظلمت وظلم كبير اه فبيقول لك حاول انك اه اه اتصحح هذا الموضوع هذا الموضوع راح يرجع عليك بكارما راح يرجع عليك بسوء لو انت ما صح حدو فانت ازا غلطت في حدا معين ازا كان في اه شخص معين حكمت علي حكم غلط او كزا ارجع بتفكيرك وارجع برأيك شوي لورا حاول تدرسه اكتر لحتى يعني تعطي اكتر اه تعطيه اكتر اه حقه اه كمان اكتر اشي عم بشوف انه تحذير من الناحية المادية كمان بالنسبة لبرج الجوزاء من الناحية المادية انه بقول لك امسك ايدك شوي هذا الشهر لانه اه خلينا نقول اه هيكون اه الشهر اللي اه تعمل فيه بدخ وفيه فيه مال وفيه كزا اه لكن انت حاول توفر لانه الشهر اللي بعده رح يكون شوي صعب ماديا فهذا بشكل عام بقول لك خليل عندك الايمان والسكينة والطمأنينة صح الامور اللي حواليك بما معناه صح الامور اللي حواليك لا تدعو للامان للشعور بالامان ولكن انت في عناية الهية انت من الملائكة فلا يعني لا كتير انك اه اتخاف من اه الامور المادية لانه اه روحانياتك حلوة وهذا الاشي رح يخدمك اه بالفترة الجاية خليها نشوف اوراكلز اه نفس الكرت اللي طلع معنا قبل شوي بيقولنا اول ما تطلق السلبية اللي في حياتنا او الافكار السلبية رح تاخد الجواب على صلواتك او على اه الادعية اللي عم تدعيها اذا كنت مستغرب انه الادعية لك ما عم تستجاب للك اه فالسبب انه في جواتك طاقات سلبية او تفكير سلبي او تراكمات سلبية عم بتصد هذا اه الموضوع فكون حريص من هذا من هاي الشي بيقولك في يعني كتير 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 حلو هذا الكرت بيقولك فيه كنز يعني مخبة اه في في احداث غريبة عجيبة رح تحصل على هذا الكنز اه الكنز ممكن يكون معنويا وممكن يكون اه ماديا يعني وجوهرات الولو كزا اه لا انا بشوفه اكتر ممكن يكون هدية من شخص عزيز وهاي الهدية ممكن تكون دهب او اه اه شي له علاقة يعني شي ثمين شي شي ثمين ما بعرف اه ازا كنتي بنت ممكن يكون مجوهرات وازا كنت اه شاب ممكن يكون سيارة فاني يالكم يالكم اللي بيوصلكم هدايا كل الناس تحب لهذا هون بيقولك هيلينج اه اكتر اشي بحس هذا الكرت انه مش هيلينج بالنسبة لقلك بس اه انه انت الهيلر انت اللي بهذا الشهر رح تتبنى اه دور اللي بتشفي اللي بتساعد الناس فيه ناس رح يستشيروك في مواضيع فيه ناس بحاجتك شايفة اكتر اشي فيه من العائلة شخص عم بيواجه شوي مشكلة صحية فعم بيحكي لك انه ساعده هاد دورك هلأ بيكتر اشي دورك انك تكون هيلر